موسيقى اسعدتم مسان مشاهدي ومتابعي برنامج السراحة الظهيرة وبلشنا وياكم بحلقة جديدة ويوم جديد اكيد نتمنى ترافقونا على مدار ساعة من الوقت بمعلومات مهمة واكيد تفاصيل مهمة راح تكون موجودة ويانا بحلقتنا لليوم ومحور حلقتنا اليوم عن الطبق والأكلات الطيبة الشهية وبنفس الوقت كيف ممكن انه احنا نقدر نحضرها بطريقة صحية بطريقة يعني خالية من الدهون الزايدة من السموم البيضاء وهذه الامور يمكن احنا نعرف اكثر شيء يمتاز بالعراقيين هو الطبخات الطيبة والطبخات العراقية والأكلات الشرقية دائما انه احنا بالمناسبات الحزينة السعيدة لازم الطبخات والأكلات الشرقية وأكلاتنا العراقية تتميز بيها كل الجلسات لكن اليوم نعرف ايضا اكو مشاكل ممكن يعاني منها المواطن العراقي بسبب انه الأكلات ممكن تكون غير صحية او تكون دسمة بزيادة واحنا اصلا منحب بس الأكل الدسم صراحة الأكل طيب يعني من نقدر خاصة احنا أكلاتنا العراقية طيبة ضيفنا دي اليوم راح يكون شيف راح يشرح لنا عن تحضير الأكلات الشرقية ومفارقتها عن الأكلات الغربية وهوايا تفاصيل راح تكون موجودة مع ضيفنا لكن بعد الفاصل هذه عودة مشاهدينه أكيد بعد ما استمتعنا بهذا الفاصل القصير والآن راح ننتقل مع الأكلات الشهية اللذيذة الأكلات العراقية مع الشيف عمر نورتني شكرا تسلموا كل الهلة شلونك شطابخنا اليوم شكت تسمع هاي الكلمة والله هو يسمعها شطابخنا اليوم يسوي شطابخ شن الأكلات اللي راح تنشرها شن الأكلات اللي راح تنورنا بيها زين أكو سؤال دائما نسئله للشيفات هذا دائما نسئله للسؤال أنه ورا ما تطبخ الطبخة وتصورها خاصة اللي عندهم صناعة محتوى بهذا الموضوع أو عندهم برنامج أو ورا ما تطبخ الطبخة وين تروح صراحة يعني هو يقول لي أنه ليش ما تسمن ليش أنه أنت ضعيف نحيف أنت شيف شون هيش محافظة على وزنك صراحة إحنا من نطبخ تكون كمية الجهد كل شيء كبيرة بنفس الوقت أنه نعاني من التصوير التصوير يأخذ وقت فبينما نجهز الطبخة أنه راح تكون طاقتنا مو كل شيء للأكل أنه صنعنا هاي الأكلة بكل حب و بكل جمالية بس أكلنا بيها كل شيء قليل حيكون لأن إحنا تعبنا بيها وبصراحة أي شيف أو أي أحد يطبخ يسوي الطبخة بنفسه راح يحس بنفس الشعور و بنفس الشيء هذا يعني صحيحة كلمة اللي يطبخ يشبع بالضبط هي العين تاكل إحنا نقول بس إحنا كوننا أنه نشتغلها بيدنا فرح نتعب بيها بنفس الوقت أنه نأكل عالقة كفايتنا و طاقتنا زين هسا ندخل بالأهم بهذا الموضوع اليوم الشيف عمر هو صانع محتوى على السوشال ميديا تحديداً بالانستجرام واليوم يصنع محتوى من الطبخات اللذيذة والغريبة أريد أدخل بأجواء عمر أكثر اليوم إحنا نشوف أكو لوكيشن أنت مجهزة أدوات أدوات عدد هاي شان راها متهشة هاي الأدوات يعني شوف هو لازم أي واحد يدخل بهذا المجال يكون يشبع عينه أو يشبع نظرة أنه يختار الزاوية الصح تغذية البصرية تغذية البصرية كل شي مهمة مو بس إلي كل صانع محتوى أنه لازم يشوف لازم يتطلع لازم يأخذ أفكار من هذا الفيديو من هذا الفيديو من أشخاص معينين نجمعها لحد ما تلقى أنه أنت مكان مناسب إليك قريب المحتوى أنا كشيف أنا اشتغلت هذا الديكور أنا كله اشتغلته من الصفر المتابعين يعرفون أنه الديكور أنا صممته و أنا سويته رغم أنه بسيط كلش بسيط بس إمطفد لمسة كلش حلوة للمتابع أنه أنا بارز هذا مكاني الفيديوهات اللي شوفه بأي مكان أنه راح يعرف هذا المكان الخاص بشيف عمال حلو زين نجي للأشياء لا مهم يعني يسألون عنها الناس اللي هي التتبيلات المسواق عندك مكان تخزن بين المسواق منين تأخذ التتبيلات البهارات خاصة إحنا إكلاتنا تتميز للتتبيلات بضبط البهارات هي عنصر مهم بالمطبخ البهارات لازم تكون المضبوطة البهارات أنا أعتمدها من أماكن معينة مثلاً شركات موثوقة أو حتى أماكن عندنا بالشورجة ببغداد بيها أماكن للبهارات اللي هي لب البهارات مثل ما نقول سر المطبخ هي البهارات لازم تكون درجة أولى نبتعد عن المصنعة اللي البهارات اللي تكون مستهلكة بكثرة وقديمة فالجديد لازم يكون تطحنها جديد أو شيء لأن كل النكهات بالشغلة هذه زين مخلص مسواق البيت لو أتتتسوق الطبخي لا أنا أتسوق إلي كتصوير إلي أتسوق وأتسوق نفس الوقت للبيت يعني تكون تطبخة للبيت لأن أغلب الناس فكرتني أنه أنا مو بس صانع محتوى أنه أنا أقدم هذا الشيء أبيعه وأستفاد من عنده لا أنا فقط أقدم محتوى بالوقت الحالي أقدم محتوى بنفس الوقت أنه الأكل يبقى للبيت لا أقدر أنه أجهز أردارات أو أجهز طلبيات خاصة بالوقت الحالي زين تشوف أخطاع عند النساء بالطبخ تنطي ملاحظات عليها؟ ممكن أنه كل شخص خطاء وبنفس الوقت أنه إحنا قابلين للتطور هناك الكثير من أنه ملتزمة بأكلات معينة بابنكات معينة بدون أضافات أنه كذا 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 لازم الشرط معينة باقين عليها فإحنا نطمح مو بس أنا أي كشيف نطمح أنه نطور من هذا الشيء نطور من أبكارهم نطور من الأكلات التي نطرحها لهم بطريقة تكون عصرية حديثة حسن لك سؤال مقولة الأكل نفسية يعتمد عن نفسية هل فعلاً هالي المقولة والشغلة الثانية هل أنت متعكر مزاجك وضايج والأكلة خربت عندك؟ الطبخ هو يعتمد عن نفسية بالضبط مثل ما تفضلتي إذا كانت نفسيتش طيبة ومو بس نفسيتش طيبة أنه أنت عندي شغف وعندك واهس أنه حتسوين هاي الأكلة المزاج رائع المزاج رائع لازم أهم نقطة هاي تكون راح تضبط الأكلة أنا مرات أنه يكون مزاجي مو على بعضها فالأكلة هي تضبط بس مو بالمستوى اللي أنا أريده تصير حتى لو تضبط الأكلة بس أنا راح أتعب كلش راح أتعب يعني هو الأكل نفسية بالضبط حتى ما أنتقل بسرعة للتفاصيل اللي تخص الأكل راح أبقى بأجواء عمر أجواء عمر نشوف عندك أماكن مختلفة منها البستان بالضبط بالطبيعة أنا دمجت بين محتواي وبالطبيعة الناس كلش حبت هاي الفقرة أنه أنا عندي بستان مرات أنه أطلع أصور بي مو فقط أصور محتوى أصور ستوريات العالم تحب هاي الأماكن اللي بعيدا عن أجواء المدينة وبعيدا أجواء الهوسة والأماكن المزدحمة أنا أنا فهلهم أنه الطبيعة أدمج بينها ودائما أنه أصور باللبستان وأصور بأماكن طبيعة فالعالم كلش حبت هاي الفقرة اللي هي فقرة كونش أخضر شنو أطيف لك هاي الأجواء اللي هي الطبيعة؟ الأجواء هذي إضافت لي هواي يعني مثلا أنه آني هاي جوي وأجوائي هاي الطبيعة وتصويرها يكون كلش لطيف العالم حبتها وميزتني أنه آني أطبخ بالطبيعة وحتى مرات أنه عندي فيديوهات أقطوف من الطبيعة وأصور بالبسان والعالم كلش حبتها هاي فقرة زين هس إحنا نقول سبع صناعي وإن شاء الله البخت مضايع إنت تصور وتطبخ أصور وأمنتج وبنفس الوقت أطبخ ايه؟ شري أنوان ضد أور زين الآن التصوير إحنا نشوفه بكواليتي عالي لكن أنا خلف الكواليس سألتك أن أنت تصور بالتليفون هذا التليفون أنا أصور هذا صاحب فضل علي حلو شون سيطر أنت تصور وتطبخ أكون معدات أنا بديت من الأشياء البسيطة كانت عندي معدات كلش بسيطة كلمتي لأي صانع محتوى لأي شخص حاب يدخل مجال معين أنه أبدي من الصفر أبدي من شغلات بسيطة أنه الله راح يفتحها بوجهك وبنفس الوقت أنه أنت راح تتطور وتشوف الشي اللي يوالمك واللي سهلك بإصرارك بالضبط بإصرارك وبدعمك النفسك أنا دعمت نفسي كلش أنه أنا أوكي بلشت من الثاند تشانل الرينك لايت كلش بسيط أضاء أو ما أعرف شنو فبديت أطمح أنه أطور بنفس الوقت قتلت لش الواحد لازم يشبع عينه ولازم يكون عنده تغذية بصرية صارت عندي الطلاع كل شو هاي على فيديوهات أشوف وأدمج بين هذا وهذا أخذ من كل شغلة فد شي معين حد ما قدرت أنه أكون نفسي وأكون لي فد مكان خاص ومعدات بسيطة أوصل بيها للناس بكل سلاسة وكل حب يعني هذي مسؤولية اليوم نظافة المكان لازم من تتصور نعرف أنه إحنا التليفون يطلع أشياء تفاصيل هي مو موجودة يعني العين ما تشوفها لكن التليفون يكشفها اللي هي ممكن الطاولة ممكن تكون عليها نقاط ممكن تكون عليها شخور ممكن الماء هاي الكاميرا كلها تظهرها والعين ترفضها يعني العين يوم أنا من أشوف متصورة هاي التفاصيل الأكل تحديدا الطبخات أنا أريد أشوف نظافة بحتة ما بيها ولا غلطة صحيح مثل ما تفضلتي أنه العين تاكل لازم آني هاي كلها النبه الهن أكو موضوع ثاني همين أحبة طرحة أنه دانا للناس النسبة بسيطة كل شي من الناس أنه تقول لي ليش ما تلبس كفوف أو ليش ما تلبس أنه فد شغلات أنه يخلوهم فدئنه بستغل فهو إحنا كلنا معتعاودين أنه إذينا نطبخ بيه والأكل أنه إحنا راح ناكله فهي قلتي العين تاكل فإحنا لازم يكون كلش نبهين إنتي جبتيها على الشخوط وعلى هاي السؤال في التصوير لازم هاي كلها يرادلها نظافية حتى إذا نقاط ممي موجودة بالتصوير هاي لازم تنمسح لازم لأن الكاميرا التصوير مو كلش سهل يعني إحنا دا نواجه مشكلة كلش بهذه بس الحمد لله يتدللون عنه خاصة التليفون يمكن الكاميرا ما تطلع هاي التفاصيل التليفون طلع تفاصيل يعني أنا من الناس اليوم إذا أريد أصور لي فد منتج فد شي أشوف الطاولة نظيفة أشوف الممكن التحفيات اللي بعد طاولة نظيفة هذا الدزاين لازم مو أحد يكون يختارها بشكل معين نعم يظهر للشاشة فد شي لطيف مختلف أي من أجهي أصور هاي التفصيلة المنتج أو فد شي أباوه احنا شخطة هنا مدري شنو نقطة فعاد فما بالك أن الأكل لازم شقد يكون بنظافة يعني تتفوق الحقيقة يعني لازم يعني تكون مثالية بكل صراحة لازم تكون هذا كل حاسب الأحساب و لازم أنه كل شي نبيح علي هذا الشيالات زين أكو أكلات صعبة وأكو أكلات سهلة راح نتعرف عليها وياك شنو الأكلات السهلة اللي ممكن أنه بسرعة الشخص من يكون جوعان لازم يعني الأكلة اللي تكون الأسرع والله هو حاليا الأكلات السهلة أنا بالنسبة إلي كل الأكل عندي سهل كوني أنه أنا هذا شغبي وهذا هوايتي فأكو أكلات سهلة اللي هي ما أقدر أعددهم هسا بالضبط فهواي أكو أكل سهل عندكش الفاست فود اللي يتحضر بالقلاة الهوائية أو يتحضر حتى بالفرن الأكلات السريعة تكون عندكش المخلمة العراقية اللي بالريوق طماطع بيض طماطع بيض أو لحمو بيض فهي كلها أكلات سهلة وبعد هواي يعني أحتاج لنا حلقة حتى أذكرها واحد من يكون إلا واهس إنه يسوفد أكل معينة راح تلقى أنا يشوف إنه الأكل سهل الشاورمة ما شاورمة حتى البورغر إنه أكو أكلات اللي نازم تفرزها أو هي الشي حتسهل عليك زين الأكلات الصعبة الأكلات الصعبة اللي يحتاج لها وقت هي مو صعبة بس يحتاج لها وقت حتى تجهز مثلا اللحم مثلا السمج السمج ما السمج هاي السؤال فإنه يحتاج لها هي مو كلش معقدة وصعبة بس يحتاج لها وقت معين بهذا الوقت إحنا راح نحس بصعوبة لأن ما عدنا صبر صح ما عندنا صبر زين أكثر أكلة طولت بيدك وأسرع أكلة اختصرتها بيدك الأكلات عندي سهولة بالأكلات الشرقية أكثر من الغربية أريد وقت أكثر أكلة طولت بيدك ما قد استغرق وقت والله المندي المندي اليمني حضرتها من الصفر تقريبا من البرمين مالتن ما أقول لش طوال أيام بس رح أخصص لش الوقت اللي طول بي هو المندي تلقايني يحتاج لساعة إلى ساعة ونص حتى يستوي فتحضيره كان وكامل وحتى تصويره تطورك لث ساعات لث ساعات؟ لأن يمكن يدخل يدخل للحفرة ويحتاج لوقت وأكو أكلات حتى ورق العنب ورق العنب تشغله كلش لا والله موسهل إلا فمالتا صعب فالورق العنب يحتاج لوقته هواي مثلا أربع ساعات على نار هادئ يكون هذا أصحب طبق تقريبا ورق العنب أو اليالنجي الدول مهم المتعب للحفرة الدول ممتعبة الدول ممتعبة كلش بسيط بس حتى وقت همينة ما تأخذ ساعة بزاية تكمل الأكلات السهلة القتلتش الفاستفود كلها سهلة بلنسبة لي ماذا قد وقت يستغرق ممكن؟ يعني مثلا الشاورما أو مثلا البورغر أو غيرها تويستر ما تويستر ذن الأمور يعني تحتاج لها وقت من نص ساعة إلى خمسة عشرين دقيقة حلو هم من بقى السريع ما عدا التتبيلة بقى التتبيلة أنه كل شخص حر أنه يتبّلها وكذا كذا زين الشيف هو اليوم يعتمد على تتبيلاته الخاصة ولا يدرس التتبيلات؟ هل التتبيلات هي دراسة اليوم؟ أعرفها؟ دراسة أنا أفضل أنه تكون دراسة وبنفس الوقت واحد أنه يضيف يحذف على حسب اللي متوفر عنده والمتوفر عند جمهورة يعني مثلاً أكو شخص يقدر عنده أمكانية يطور أكله عنده جمهور أنه يحاول يسوي هاي الأكلة بس كشخص خصوصاً للي بالعراق أنا ما أقدر اليوم أطور أكله مكوناتها ما موجودة بالمتابعين أنا إذا أطور أكله أكلتين وأشوف تعليقين كلاثين وكذا كذا ما عندنا فراح يأثر علي أنا كل جهدي أنه أسهل الأكل للمتابع أسهل الوصفات للمتابع حتى يقدر يطبقها ويقدر أنه يحكي بيها ويجربها ويمدحني بنفس الوقت يشكرني عليها فالأكل يحتاج لخبرة بهاي الأمور بس حلوة واحد أنه يطور أكلات يطور يضيف نكات يضيف لمساته الخاصة وإن شاء الله بالمستقبل ممكن ندخل بهذا المنجال تطوير الأكل أكو أكلة خاصة بك أنت ابتكرتها بدون تسمية بدون ما سميتها بس أنت جبت منها حطيت منها هاي الأكلة صارت أنت مشتورة شوفوا يعني أنا عندي ما أقول أن الأكل مو مال أبو أحد الأكل أنه أي واحد يقدر بنا يسوي فد مكس يصير فد أكلة معينة هو يحبها الجوز ممكن أنه محد تسامع بيها بس هو باختراعاته بإضافاته بلمساته ضاف كذا ضاف كذا راح يحب هاي الأكلة سين أكو عندنا أكلة مشهورة هو المزقوف المزقوف العراقي يعني المزقوف العراقي العائلة العراقية والنساء العراقية وبعض الشوايين قاموا يبتكرون صلصات هذا الشيء أنا شجع علي كل شخص صار عنده فد تيست معين إلى خاص به مثلا بهارات معينة خاصة بهذه التتبيلة بس نرجع للأساس أنه فد شيء المزقوف العراقي ما أعتقد أحد ما يعرف يسوي بالطريقة العراقية اللي هو بس ملح وخل حسن وأكو يعني أكو هواي أضافات أنا من الناس اللي أحب الصلصة اللي تكون على السمت أهم عندي صلصة تقريبا خاصة بي هواي أضافات وهي تقريبا وهي تقريبا وهي تقريبا نحن نشوف أنه السمت المزقوف سيد المائدة العراقية نخلي خليلها ملح طماطا وصل هاي نكهة بضبط وممكن أكو هاي نكهة الصلصات ممكن تخرب طعم السمت العراقية النكهة العراقية والله لا أنا ما أشجع على هذا الشي ممكن أنه شخص ما يحب ريحة السمت أو طعم السمت فيضيف حتى أكو بين محافظة ومحافظة أكو فد لمسات يعني مثلا نيجي المحافظة الموصل يدهنون السمت بالطماطا يعصرون الطماطا عليها إحنا لا نعصر ليمون عليها يعصرون طماطا عليها ويزقفوها بالأضافة إلى أنه كل شخص هو حر يضيف تتبيلة أو لا يضيف تتبيلة فأني أشجع على التتبيلة كوني أنه أنا كلش واسي بالسمت وأحب السمت صح ذكرت نقطة مهمة أكو ناس ما تحب طعمة وكو ناس ما تحب الريحة فبالتالي اليوم التتبيلة ممكن تغير النكهة لأكلة السمت زين مسوي أكلات لجلسات مثلا عياد ميلاد أو مناسبات والله أنا ما مطرقة لهذا الموضوع يعني كوني قلت لش ما أشتغل فد شي أنا فقط أقدم محتوى بس بنفس الوقت إذا ما طالبين من عندك تعالي والعزيمة عليك بلي هاي الجمعة كانت عندي عزيمة وكان المزقوف والشسمة التجهيز كل علي إن شاء الله حشوفون الفيديو موجودة بس قصدي كأحد طالب ما عندي أوهيشي فقط داخل الجوم مو طلبات خاصة مثلا فهمت بس للعائلة بس للعائلة بس للعائلة صايرة عندك حالة أن تطبخ أكثر من ثلاث أربعة وجبات بنفس الوقت حاليا هي صحيح شانا وتشوفون وجهي تعبان هسا نحن ودي أقدم الرمضان إن شاء الله أعمال جديدة فأني كلش هسا وقتي محدد كوني طالب أداوم وأرجع أصور وبنفس الوقت صاير عندي شوية التزامات والوقت مالتي محدد إن شاء الله على رمضان أدأ أصور فصاير لود علي أنه أنا لحد الآن البارحة قبل لا أجي كان عندي تصوير صور تقريبا للوحدة ونص كملت الدراسة لو الدراسة لم أخذتك من الطبخ الاثنين وعلا واحد ما أخذتك من الثاني واحد يكمل الثاني هو هيت مستمتعت بهذا الوقت والله الحمد لله للدراسة والطبخ الحمد لله زيني شو كنت نشوف إلك كتاب بالوصفات والأكلات اللي خاصة بيك والله إن شاء الله واحد كل شخص اللي طموح فإن شاء الله ممكن نطمح لهذا الشيء يعني ممكن بيوم الأيام نشوف إلك كتاب ومفروض يوم فالطبخة هنان والله أنا جئت اليوم مستعجل وتعرفون وقتي كلش محدد إنه أنا ملتزم بتصوير مطلوب عزين مطلوب تدلنون بعيني جيبين لطباق وعني بس على مود نجرب مو أكثر زين بعيني عمر اليوم الأكلات يعني إحنا مجنونين بالأكل العراقي زين بس أكو أكو أشياء إنه إحنا نقدر نتفادى هاللي هي الدهون اللي هي الملح السكريات أي شون نقدر إحنا نحضر ونقدر نحمي يعني الغذاء هذا من الدهون من السمنة من هاي الأكلات الدسمة اللي ممكن هي تكون مضرة والله يشوفوا إحنا بوقت هذا أكو هاي بدائل مثلا بديل للدهون أكو بديل للسكريات بديل للشسمة أكو أشياء صحية تقدرون نضيفونها مثلا بديل للزيت إنه نستخدم زيت الزيتون أو زيت الهواي أكو أكل صحي بديل الخبز بديل إنه بهواي أكلات مثل الشاورما أكو هواي لها آيتيمات من الأكل الخبز الصحي خبز الشوفان خبز الحنطة خبز المخالة هاي كلها إحنا نقدر نتحكم بيها نقدر نتفاداها بنفس الوقت نقلل من عندها نضيف على حسب ما نحب إحنا زين البدائل كلش مهمة البدائل موجودة بس لازم واحد إنه يدقق بيها يدقق بيها وأكو حتى إنه أشخاص مختصين بهذا المجال إنه دي قدم أكبر فائدة للناس إنه حتى يتلافوا هاي إن شاءلات وينصح إحنا لا أكلنا دسم أكو بين ندمج بين الأكل الصحي وبين الأكل اللي متعارفين إحنا كشعب عراقي دي قدمة صراحة هذا السؤال يعني يمكن سألي إليك هواية هذا بالختام راح يكون لكن صراحة أنا إلي شغف أعرفه اللي هو مو طموحك أكيد طموحك بدراستك وبجوانب أخرى وعدة أماكن لكن اليوم بالطبخ تحديداً وين ممكن تشوف نفسك بعد خمس سنين بهذا المجال أو أنت شن لتحضر؟ هسأت دي تأسس صح؟ دي أسس آني حالياً شنو دي تحضر؟ آني أسس حالياً آني بعدني كل يوم دي أتعلم بعدني أنه دي أقدم المحتوى وده أستفاد من عنده يوم عن يوم ده أطور من نفسي أكو لفول معين ببالي أو أصلى بالمحتوى وممكن أفتح مشروع الخاص ممكن أفتح هواية أمور إن شاء الله تكون بالمستقبل أنا طموح وأحب أن أطور من المحتوى ومن نفسي الوقت تكون في اللمسة إليه أو مكان معين إليه إن شاء الله بالمستقبل كل شيء إن شاء الله وممكن حتى نشوف مثلاً أنت تنصحنا صر إلي كم سبونسر إعلانات إن شاء الله بالأماكن الصح للتتبيلات اللي يعني تصير خميصر فائدة للطرف للمتابع وإلك وأيضا للأصحاب المنتجات اللي أنت تتبخ من خلال الطبخة مالتك يلا نطبخ نحن نشوفك بالتالي أكيد نحن اليوم سعيدين بوجودك وشكرا اليوم لأن شاركتنا بهالي التفاصيل المهمة وهمشي نحمي نفسنا من الدهون إذا تقدر بالختام تنطي نصيحة صغيرة لكل شخص اليوم اللي يأكل الأكل الشرقي والأكل الغربي اللي يهسه سائد على الشرقي الأكل الغربي هو بصراحة الفاستفود كلش مكتسح الشاشة بس يبقى الأكل العراقي الأكل الشرقي هو اللي مميزه هو سيد المائدة يعني خلص أنه اليوم لازم واحد يرجع الأكل الشرقي واحد حلو أنه يدمج أو واحد حلو أنه يجرب حلوة أنه واحد يكتشف نكات جديدة يكتشف أطباق جديدة بس يبقى الأكل الشرقي هو سيد المائدة هو باقي الدول يوم مطاعمنا تهلهل بالضبط هس ليش باقي الدول المطاعم العراقي يكون مميز بالدولة المعينة بفلان دولة يكون أهواي ناس تتعنلوا له يبقى هو الأساس حتى إحنا نبقي حتى يمنى الأكل الغربي هم صار مميز عندنا بمحافظاتنا وبنفس الوقت بمناطقنا شكرا لك عمر نورتني واستمتعت صراحة بالحوار وجوعتنا أكيد شكرا لك إن شاء الله تطلوني في الطبق إن شاء الله أتمنى نشوفك بمحافل كبيرة عربية مفقط محلية إن شاء الله شكرا لك إذن مشاهدين بعدها للأجواء الممتعة بالطفخات الطيبة رح ننتقل وياكم إلى تقرير وبعدها راجعين موسيقى 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 اتمنى سابقة دولية و محلية حاليا اشتركت بيها أربع محافظات من 17 مدرسة شاركت بيها وهذه المسابقة الأولى التي تشارك بها المحافظات بهذه المسابقة السنوات السابقة كانوا يشاركون بين المدرسين ولكن هذه السنة شاركت بها 17 مدرسة من مختلف محافظات العراق والسنة الماضية شاركنا مسابقة دولية التي كانت في تونس وحصلنا على المركز الثاني وزيونه المركز الأولى حصلوا نستقبل الطلاب من جميع المحافظات بغداء العراق بواقع حال 400 طالب مشتركين بمسابقات الحساب الذهني هذه المسابقة الوطنية تشمل أكثر من أربع محافظات يتأهلون الطلاب للمراكز الأولى بعدما يتأهلون الطلاب للمراكز الأولى يتم إن شاء الله وتعالى تأهيلهم تأهلهم إلى المسابقات الدولية تعتبر تجربة رائدة بالنسبة للمدارس تجربة رائدة في سبيل اكتشاف المواهب اكتشاف الأطفال الذين يحملون خبرات ويحملون مواهبة معينة في حساب الذهني بالرياضيات أكيد من هذه النخب ستظهر أجيال تبرز في مجالات الرياضيات في مجالات العلوم في مختلف المجالات العلمية يمكن شاهدنا هذا التقرير وأهمية اليوم دعم الأطفال والمواهب اليوم نعرف كيف تحتاج هذه الفئة من الدعم ومن الاهتمام ومن التركيز لمواهبهم وليوم شغفهم بأن يكونوا بمكان مميز ومواهبة مميزة ويتميزون بها أكيد ما بين كل العالم بالتالي اليوم الأطفال بشكل عام اليوم الأطفال كلهم يحتاجون لأنه اليوم تبرز مواهبهم ويعني لقون من أنه يدعمهم بشكل حقيقي وفعال مو فقط أنه اليوم أنا ابني أو أنا طالبتي هي عندها مواهبة كذا لا اليوم تحتاج إلى دعم تحتاج إلى وقفة حقيقية هذه المواهبة تحتاج إلى تطوير وتنمية هذه المواهبة وخاصة يعني مقابل أنه ما تكون تكسير لمواهبتها لازم تكون أكو دعم لمواهبة هذه الشخصية بالتالي ما نعرف إحنا اليوم الأطفال بأي اتجاه ممكن ينتقلون إذا ما شافوا من عندنا هذا الاهتمام وما شافوا من عندنا هذا التركيز على مواهبتهم والتطوير إليها وكوائل وأهل وحتى أساتذة ومعلمين يشوفون أكو مواهبة مو بس ما يدعموها لا حتى ممكن أنه يصلون لمرحلة ما يعترفون بها ممكن يكسرون من طموح هذه المواهبة فيكيد احنا نتمنى اليوم أكو دعم يكون من قبل كل الأهالي وحتى تدريسي لكل مواهبة حقيقية موجودة من قبل الأطفال وحتى المراهقين وحتى الشباب إذن مشاهدين بعد هذا التقرير سننتقل إلى فقارة ديكور وبعدها راجعين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر وحتى الرجال يفترض تهتم بها أكثر وهي فقارة الديكور وكيف ممكن أن نغير من ديكور كل زاوية داخل البيت مو فقط نغير أثاث وممكن نغير صبغ البيت وممكن لازم نشتري أشياء جديدة حتى نقول أنه تغير ديكور البيت ديكور البيت ممكن يتغير بزاوية صغيرة ممكن ننتقل استبدال الغراب من مكان لآخر من زاوية لزاوية أخر تحديدا يوم كنا نتكلم وفقارتنا تحدثت عن مدخل البيت كيف ممكن أنه إحنا نجعل أنه مدخل البيت يكون بشكل جميل ومميز وحتى ممكن يكون بشكل مرتب أنه يكون المرأة موجودة شخص قبل لا يطلع ممكن يشوف نفسه بيها أول ما يدخل يشوف عدل نفسه بيها بنفس الوقت جل السامع معكيد جلكم الله الجزامة الممكن هي تحافظ على الشيء الموجودة تكون بالأرض وممكن تترك التساقات يعني كثير من التفاصيل الرفوف اللي إحنا نخليها نعلق عليها الحقائب اللي تخصنا ونعلق عليها كل الأشياء اللي هي نتخلص منها قبل ندخل البيت بالتالي يمكن إحنا نعرف أنه اهتمامنا بمدخل البيت راح يخلصنا من كثير ممكن فوضى داخل الصالة داخل المنزل يعني بالتالي إحنا نتخلصنا من كل الفوضى أول ما دخلنا للبيت من خلال من خلال الأثاث اللي إحنا اعتمدناه بالبداية اللي هو ممكن يخلصنا من كل الفوضى اللي إحنا نطاب نخليل العلاليك بيدينا والحقائب وغيرها وغيرها نتخلص كلها من خلال الرفوف من خلال الأثاث اللي أرجع وأقول اللي إحنا امرتبيه بهذا المدخل أكيد لمسة المرأة مهمة اليوم بمنزلها ومهم أنه هي تهتم بكل تفصيلة و بكل زاوية داخل البيت المدخل ممكن حتى ما يكون بس فقط للبيت ممكن يكون المدخل بكل غرفة داخل البيت ما يكون حتى أكو فوضى داخل كل غرفة لا أكو مدخل هو يحتضن كل هذه الفوضى بالتالي حتى من نجي إحنا نعازل نعازل بس المداخل اللي موجودة بكل غرفة بالمنزل إذن مشاهدين بعد ما استمتعنا بهذه الفقرة سننتقل إلى فقرة ريشة مع الزميلة فادية ونرى ما كتابها لليوم مرحبا أعتكم علم أنه نحرف إحنا فقط 5% عن معلومات البحار لذلك قرر الكاتب وسامة المسلم الغني عن التعريف أنه يعرفنا عن البحار السبعة من خلال سلسلة لوج وأيضاً اتكلم فيها عن التيارات الممكن انتقال الكائنات الحية الموجودة في أسفل البحر من بحر إلى آخر واتكلم عن الكائنات الموجودة في البحر من خلال فصائلهم وممالكهم أيضاً واتكلم عن مملكة الحور بالذات وحدد أنه هناك حور سارينات وهناك حور آخر اللي هو الهجين اللي هي الأغرينيقينيات أو الغرانيق يسمون وأيضاً اتكلم عن أسرار البحر من خلال هناك أعشاب تخص العلاج لكل كائن حي داخل البحر وأيضاً اتكلم عن الأعشاب اللي تسبب الوفاة والتسمم واتكلم أيضاً عن السحر الأسود الموجود أسفل البحر وهناك معالم كثيرة في البحر ما حاجة عرفها فقط من خلال هذا الكتاب حتعرفوها هو يفصل من ضمن الفانتازيا أو الخيال العلمي ولكن فيه الكثير من الواقعية والمعلومات الدقيقة جداً عن البحار اللي حاب يعرف معلومات أكثر عن البحار يفضل أنه يقرأ هذا الكتاب الممتع جداً ولحتعرفون من هي لوج وما هي قصة لوج وأيضاً هتعرفون أو لحتحبون السلاحف أو مملكة السلاحف وأيضاً الحوت أو مملكة الحيتان هتعرفون هواية تفاصيل غريبة عجيبة لحتصدمكم وأيضاً هتعرفون علاقة البشر مع الكائنات العائشة في أسفل البحار أنتظركم في حلقة جديدة ومع السلامة كفيني أنا حلقتنا لليوم مشاهدينا بعد ما استمتعنا أكيد بفقرة فادية واليوم كان الكتاب يتكلم عن معلومات تخص البحار وعلاقة البشر مع الكائنات اللي داخل البحار من أجمل الأسرار اللي ممكن تكون ما بين البشر وما بين الحيتان وما بين كل الكائنات البحرية اللي داخل البحر اللي موجودة وبالتالي هناك معلومات جداً كبيرة إحنا لازم نبحث عنها وهي أشياء موجودة بهذا العالم الكبير إحنا غاضينا نظر عنها وإحنا اليوم ما ننتبه لها أو ما نحب أن نبحر ونتفرع بها وتأخذنا لأفق بعيدة يعني ممكن إحنا الرواتين ما أخذنا من هذه الأشياء نلقى ممكن كثير أشياء مختصرة بيئة الكتب أو بمشاهدة الأثلام بمشاهدة المسلسلات بقضايا وقصص حقيقية ووثائقية توثق أنه حقائق غريبة ممكن أنه العقل ما يستوعبها ليش أن العقل متسيطر على الرواتين الرواتين اللي هو بيت الشغل أكل الشرب هذه الواقعية البسيطة اللي إحنا عايشين بها لكن إذا ننتقل إلى واقعية ثانية العقل ما مستوعبها لكن لازم يستوعبها بالتالي إحنا ممكن مهيئين لأي لحظة لتغيير كبير بهذا العالم ممكن بأي لحظة تنقلب كثير أمور بهذا العالم فالصح أنه إحنا نبحر بهذه الأسرار اللي موجودة بالبحار وغير البحار وتحديداً بالكائنات الحية المختلفة نتعرف على أشياء ممكن تكون هي بالتاريخ القديم بالتاريخ السابق لكن بيها قصص وقضايا مفيدة جداً إنه بالوقت الحاضر وحتى بالمستقبل الأشياء الرواتينية والمحدودية اللي إحنا في بان عن الواقعية اللي عايشها اللي لازم إحنا ننتقل منها ونطلع منها نرجع ونقول ليش القارق لازم يكون هو قارق حقيقي وقارق ذكي ويعرف شنو الكتب اللي يقراها حتى يتفرع بالأشياء اللي هو ما عنده علم بيها موجودة بواقعة موجودة بعالمها لكن ما يقدر يوصل لها بالتالي يقدر يوصل لها من خلال كتاب بيختصر لي كثير معلومات مخفية وموجودة كانت هذه آخر فقرة ويانا اليوم شكراً لكل من تابعنا انتظرونا بحلقة جديدة بألف سلامة